اشتركوا في القناة ان نربط ما بين الحث المغناطيسي واتجاه القوة المؤثرة في سلك يحمل تيار وخاضع لمجال مغناطيسي ثم نحدد القوة المتبادلة ما بين سلكين يحملان تيارين ومن ثم حساب القوة المؤثرة على سلك يحمل تيار وخاضع لمجال مغناطيسي ومن ثم نتدرب على استخدام القاعدة الثالثة لليد اليمنى من اجل تحديد اتجاه القوة المؤثرة على هذا السلك ونقوم بحل مسائل وتطبيقات على القوانين اللي بنتعلمها لحساب القوة الناتجة عن المجال المغناطيسي في بداية حديثنا عزيزي الطالب اذكركم بمحاولة انبير العالم انبير توليد تيار كهربائي من مجال مغناطيسي ونحن في مجال الفيزياء دائما نقول الكهرباء والمغناطيسية وجهان لعملة واحدة يعني اعطيني كهرباء بولد لك منها مغناطيسية اعطيني مغناطيسية بنتج لك منها كهرباء ولذلك ظهر مصطلح الكهرباء ومغناطيسية في هذا الترابط فمحاولة انبير توليد تيار من مجال مغناطيسي قامت على افتراض وجود قوة تؤثر في السلك الذي يحمل تيار اذا وضع داخل مجال مغناطيسي وتابع العمل من بعده العالم فراده اثناء عمله على وضع سلك يحمل تيار ما بين قطبين مغناطيسيين طبعا اقطاب مغناطيسية لما يكون عندك جنوبي وشمال بتينتج عنهم مجال مغناطيسي فتولدت قوة اثرت على السلك وهذه القوة عمودية على اتجاه كل من التيار والمجال يعني ستكون هذه القوة بقاعدة اتجاهات ثلاثية تيار مجال قوة يعني كل واحد فيهم متعامد مع الآخر ما يكون عنده التيار والمجال بنفس الاتجاه اوكي تكون قاعدة تعامد ثلاثية ما بين المتغيرات الثلاث القوة والتيار والمجال وهذا الشكل اللي امامك عزيز الطالب يوضح ان هذا السلك المتصل مع البطارية يحمل تيار وهذا التيار يمر بين قطبين فعندي مجال مغناطيسي بي من الشمالي الى الجنوبي فينتج عندي قوة نحو الاسفل لاحظ اتجاه التيار بهذا الشكل واتجاه المجال المغناطيسي عمودي عليه فتصبح القوة عمودية عليهم اثنيناتهم هذا شكل اتجاه القوة في الشكل الاخر عند انعكاس التيار هذا المجال المغناطيسي المؤثر ستكون الآن القوة الناتجة باتجاه الاعلى عكس القوة اللي بالحالة الاولى للاسفل نתיجة انعكاس اتجاه التيار او ممكن على فكرة اعكس الاقطاب المغناطيسية بدل ما ابدي الاتجاه التيار ابدي الاتجاه الاقطاب فينعكس المجال المغناطيسي وتنعكس القوة القوة F تتناسب ترديا مع مقدار المجال المغنطيس المؤثر واللي نعطي له رمز بي وتتنازب طرديا مع طول السلك اللي راح نعطي له رمز ال هذا ال ال يمثل طول السلك والزاوية ما بين اتجاه المجال واتجاه التيار المار في السلك اذا كان هذا اتجاه التيار واذا كان هذا اتجاه المجال لاحظ هنا في حالتنا الزاوية 90 درجة ويكون القانون الرياضي لحساب القوة الناتجة هو حاصل ضرب الاي في ال في بي في سان ثيتا وانت عارف ان الاي تعني لي التيار ال تعني لي طول السلك بي شدة المجال هذه القيمة للتيار بوحدة امبير الطول سيكون بوحدة متر والمجال المغنطيسي سيكون بوحدة تسلا وهذا يكافئ وحدة قياس القوة لنيوتن لانه ثيتا ما لها وحدة قياس هذا بالنسبة لقانون حساب القوة المؤثرة على سلك طوله ال يحمل تيار اي خاضع للمجال بي هذا المجال المغنطيسي وحدة قياسه المعتمدة هي التسلا وبنعطي لها رمز تي وهذه التسلا تكافئ نيوتن على امبير متر يعني اذا بغيت اخلي تي بروحها بقسم هنا على امبير متر وهنا على امبير متر فبتختصر امبير متر وتبقى لنا تسلا قيمة نيوتن على امبير متر هذه الوحدة المكافئة للتسلا وبالتالي عزيز الطالب اذا نظرت امامك في هذه الملاحظة انه اذا كان السلك موازيا للمجال لاحظ اذا كان هذا اتجاه المجال بي وهذا اتجاه التيار اللي يمثل اتجاه طول السلك هنا ستكون قيمة الزاوية ثيتا ما بين البي والآي تساوي صفر ومنها نجد بانه صين صفر يساوي صفر وهذا يقود الى ان حالة القوة في ذي الحالة تساوي صفر لانه قيمة صين الثيتا صفر او اذا كانت الآي بالاتجاه المعاكس سيكون قيمة الثيتا بدل الصفر مئة وثمانين درجة وايضا سين المئة وثمانين ايضا يساوي صفر فبهذه الحالات تنعدم القوة اما اذا كان السلك عمودي على المجال في ذي الحالة تكون القوة اكبر ما يمكن لان صين الثيتا قيمتها العظمى عند زاوية تسعين وتساوي واحد وبالتالي تنتج قوة عظمى عندما يتعامد السلك مع اتجاه المجال هذه القاعدة اللي الان بنتدرب عليها تسمى القاعدة الثالثة في اليد اليمنى لتحديد اتجاه القوة التي تؤثر في سلك يحمل تيار وخاضع لمجال مغنطيسي لاحظ عزيزي طالب هذا السلك اللي امامك هذا اتجاه التيار اي المغنطيسي المؤثرة او المجال المغنطيسي من الشمال رايح نحو الجنوب هذا اتجاه المجال بي الان سيخضع هذا السلك لقوة نطبق قاعدة اليد اليمنى والتي تنص على ان اشارة اصابع اليد لاتجاه خطوط اللحظ خطوط المجال كثيرة فاصابعك هي الكثيرة تدل على اتجاه البي التيار اتجاه وحيد وابهامك وحيد فنخلي الابهام يشير لاتجاه التيار وعندها سيشير الاتجاه العمودي الخارج من الكف لاتجاه القوة المؤثرة على السلك فيكون هذا هو اتجاه القوة حسب القاعدة الثالثة لليد اليمنى فلاحظ عزيزي الطالب علشان تتذكر في ذهنك خطوط المجال كثيرة اصابع اليد كثيرة مع المجال التيار وحيد الابهام وحيد مع التيار فتصبح القوة هي المتجه العمودي الخارج من الكف بهذا الاتجاه وسوف تكون القوة هنا عمودية على اتجاه التيار وعمودية على اتجاه المجال وهذا يطابق ما ذكرنا سابقا عن الاتجاهات لاحظ مسألة لتدريبنا على استخدام هذه القاعدة في الشكل اللي امامك سلك يسري به تيار خاضع لمجال مغنطيسي في هذا الشكل اللي امامي معطيك انا اتجاه الاي للأسفل والمجال المغنطيسي باتجاه الاكسل موجبة الان لما بطبق قاعدة اليد اليمنى سنجد في هذه الحالة ان اصابع اليد مع اتجاه البي المجال المغنطيسي لانها خطوط متعددة قلنا البي وابهامي للأسفل فبالتالي يشير لاتجاه التيار الكهربائي وعندها سنحدد اتجاه القوة الناتجة بشكل يتعامد مع الكف الداخل اليد اليمنى وسيكون عمودي على المجال وعمودي على التيار هذه الحالات عزيزي الطالب هنا تكون الاف للأسفل وفي الحالة المعاكسة ستكون القوة اف للأعلى لان نلاحظ عندك احنا هنا حطينا الاي وعكسة البي صارت نحو الزد السالبة بينما هنا كانت البي معانا باتجاه الاكس الموجبة فكانت الاف هذه تظهر امامك نحو الزد الموجب وعمودية على الاي وعمودية على المجال المغناطيسي معطيك سؤال لسلك طوله خمسة وسبعين سنتمتر ذكرنا الطول نعطي له رمز الوحدة هنا انتباه عزيزي سنتمتر لابد حولها متر فبنقسم على مئة هذا السلك يحمل تيار قيمة بوينت سيكس امبير ووضع عموديا المادام قال لي عموديا يعني قيمة الثيتا هي تسعين درجة داخل مجال مغناطيسي منتظم اعطاني سؤالي انه خضع لقوة بوينت سيكس نيوتن اذا انا ما طلب احسب القوة اعطاني القوة ولكن بالمقابل طلب مني اوجد مقدار المجال المغناطيسي ب ثم احدد اتجاه التيار المار بالسلك لانه معطيك رسمة توضح انه هذا اتجاه القوة اللي معاي هذا اتجاه المجال نب نحدد اتجاه التيار فبالبداية لحساب المجال المغناطيسي عوضنا بقانون القوة ILB سين ثيتا هذه الـ موجودة الـ التيار اللي عندي والل لما قسمت على مئة صارت بوينت سبين فايف قيمة الال بمجهولة وصين التسعين هذه قيماتها بواحد ومنها نستنتج ان الـ B كشدة مجال تعادل 1.33 تسلا اما تحديد اتجاه التيار في السلك بما انه هذه اتجاه الـ B عندي واتجاه الـ F بهذا الشكل اذن اجبار ان التيار المار بالسلك سيكون عمودي على B وعمودي على F بحسب اشتركوا في القناة